احنا عندنا سؤال بيتسئل من زمان قوي لأي حد معه ايفون وهو انا ليه موبايلي بيقل جامد جدا اثناء النوم او انا نايم بلاقي موبايلي مثلا لو انا سايبه تسعين في المية اصحى لأيه ستين في المية وديها تنسبة كبيرة قوي فالنهاردة بكل بساطة هقولك على طرق سهلة جدا تعملها في البداية وطرق معقدة شوية بعد كده وبرضه انا عايز اثبت لك حاجة مهمة جدا او عايز اقولك معلومة مهمة جدا ان هو لازم يقل لانه في النهاية ده موبايلي وشغال فيه بروسيسور شغال وفيه موجودة في الخلفية وفيه واي فاي ونوتيفكيشن فالطبيعي ان هو يقل بس مش الطبيعي ان هو يقل بنسبة كبيرة فاحنا جايين نعالج المشكلة ديات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل قولوا لي في الكومنتات موبايلك بيقل بنسبة كام في المية لما تسيبه اثناء النوم وخلاننا ندخل في الفيديو على طبيل في حلول سهلة كده وبسيطة ما بيحبش عقد الدنيا فيها وهي ان انت تعمل ريسيت للموبايل بتاعك والموضوع بسيط جدا انك انت حتى لو عملت ريسيت الحاجات اللي على جهزك مش هتتميسح ما تقلقش انت بتعملوا الكسة ديت ازاي عشان تتأكد ان الحاجات ما تمساحتش اول حاجة بتفتح الستنج وبعجب تنزل على جنرال والقبل الاخير على طول جنرال او عامل عشان الناس اللي بتتكلم على الانجليزي وبنختار هنا وبنقوله ريسيت بنختار اول واحدة ريسيت او اعادة ضبط لجميع الاعدادات الريسيت دوت ما بيمسحش حاجة زي ما انا قلت اللي بيمسح اللي تحته اللي هو الاريس فما تقلقش ان الحاجة تتمسح من عندك تاني حاجة منطقية برضو ان انت تسيب موبايلك على الشاحن وبكده اي نسبة هيقل لها وانت نايم هيرجع تاني النسبة ديت تتضاف من خلال الشاحن وما تقلقش خالص فكرة ان انت تسيب موبايلك وانت بيشحن وانت نايم ديت مش مشكلة ومش هتأثر على ولا فيها اي مشكلة تماما في حالة ان انت عملت الحاجتين دول او في حالة ان مشكلتك اكبر من كده والنسبة ديت بتقل كتير انا هقول لك على شوية خطوات برضه هتبتدي من السهل الاصعب تعملها عشان تقلل النسبة ديت ونشوف في الاخر هتقل ولا لا او كمان الخطوات ديت مش بتساعد بس ان النسبة تقل بتساعد كمان انه تحافظ على البطارية وتخلي الجهاز بتاعك يشتغل اكبر فترة ممكنة اول حاجتين لازم تعملهم انك تتأكد انك على اخر بتفتح وبتروح على ديت نقطة مهمة جدا لانه قبل بتعالج مشاكل كتير على كل بيمسل وما تقلقش على عملت كده بتفتح وبتروح تتأكد انه كل التطبيقات اللي عندك معمول لها وديت نقطة مهمة جدا لانه برضو المطورين بتوع البرامج بيعالجوا المشاكل اللي بتستهلك البطارية حاجات برضو مهمة جدا تتأكد انك قفلها من وهي الواي فاي في حالة ان انت مش زي اللي هتجيلك من خلال الواي فاي او من خلال النت مش مهمة قوي تتأكد انك قفلها وتتأكد كمان ان البلوتوس مقفول وتتأكد كمان انه الداتا بتاعتك مش شغالة للفور جي ولا السري جي ولا اي حاجة عشان ده بيستنزف البطارية اثناء النوم عملت كل دوت ولسه في مشكلة برضو هنروح على اللو باور مود اللو باور مود مهمة جدا لانه بيوقف اكتيفيت كتير قوي الجهاز بيقوم بها وبيساعد جدا ان الجهاز ما يستهلكش البطارية اثناء النوم بنفتح وبنروح على البطارية بقى طريقة وبطارية حسب لغة جهازك وبنختار كده كل العمليات اللي بتقوم في الخلفية بتتقفل طيب في حالة اللي انت مش عايز تقفل هتلاقي تحت كده لو نزلت هتلاقي التطبيقات اكتر تطبيقات بتستهلك البطارية عندك ده مش مهم المهم كان كلمة او التطبيقات اللي انت بتسيبها انا كده رميه الدوات في الخلفية وبعد كده بتفضل شغالة وهي ديت المشكلة فانت هتقفل اصلا انه التطبيقات تشتغل في الخلفية عشان ما تستهلكش من البطارية بتاعتك بس خلي بقى لك لو انت فاتح مثلا بوست بتقراه على فيسبوك وقفلت ورجعت تاني لفيسبوك هيعمل هي ديت فكرة انه التطبيقات ما تشتغلش في الخلفية الحاجة اللي انت كنت فاتحها عليها ما تفضلش شغالة فاحنا هنفتح ونروح على اغلب الحاجات هتلاقيها في ونروح على ونتأكد ان هي معمول لها اوف سواء للواي فاي ايه اوف سواء للواي فاي او حتى النقطة التانية المهمة جدا هي او ان انت تمسح تطبيقات انت ما بتستخدمهاش وبتستهلك جدا من البطارية ركز اول تطبيقات اللي بتستهلك من بطاريتك وبعد كده اي حاجة شايفة ان مالهاش لازمة تدوس عليها وتعمل لها عشان ما تبقاش عبق على جهازك في كمان نقطة مهمة جدا وهي او خدمات الموقع اللي انت بتستخدمها لو انت بتطلب او لو انت بتنزل على انستجرام فيجيب اللوكيشن اللي انت بتنزل منه اغلب الوقت انت مش محتاجها ولكنها بتستنزف البطارية بشكل كبير هنقفلها ازاي طبعا انت عرفت تقفلها فانت ممكن تفتحها لو احتاجتها اتمنى تكون الفكرة وصلت هتفتح وتروح على هتلاقي اول حاجة هتقفلها كده ما فيش اي هيستخدم اللي في جهازك فبالتالي مش هتستنزف البطارية بشكل كبير لا اثناء النوم ولا حتى اثناء الاستخدام انا عايزك تطبق كل الخطوات ديت وتراقب جهازك كده يوم وتشوف ايه اللي هيحصل في حالة ان لسه في مشكلة كل اللي هتعمله هتنزل كده تختار البطارية وبتختار لو لقيت ان الباتري هيلس عندك مسلا سبعين في المية او ستين في المية ده اصلا معنى انه جهازك انت مش عارف تستخدمه لا اثناء النوم سايبه بيقل كتير ولا حتى الاستخدام العادي فانت كده مضطر تغير البطارية بتاع الجهازك اتمنى تكون الخطوات ديت مفيدة لو في اي حاجة مش فاهمها اقولها لي في الكومنتات وانا ارد عليك وما تنساش تقول لي ايه نوع موبايلك والنسبة اللي بيقل لها اثناء النوم وكمان هتلقوا في الانستجرام لو عندكو اي اسئلة واشوفكو في فيديو جديد